مرحبا بكم في قناة دي دو سمدي الناس ما مسمينهمش انما بالنسبة للرومي يعني البلدي كيقولوا بلدي اما بالنسبة للرومي كينين تقريبا السولة اللي كينين في المغرب كينين اربعة يعني ببساطة ممكن ان نوريهم منكم وتقولوا تنتموا على دراية بهذا السولة اللي هتعلي اول واحد هدرو عليه وهو البابيون البابيون هو احنا كنقولوه في التربية الالانيب هو سيدهم يعني بالنسبة هو صادق في كلش انما هو صادق اكتر في يعني في في الدكا بالنسبة للدكا دي ما خليوا البابيون يكون عندكم يكون اصلي تبارك الله هذا البابيون را كبر عندي هذا ديرو انا التزاوج يعني مخليه التزاوج هنتم مشوفو الحجم ديال يدي تقريبا تبارك الله يعني البابيون الاصلي هو هذا البابيون تبارك الله سلام عندي الشكل دياله هنتم كما كتشوفو كيكون عنده هو على اسمه بابيون لانه كيكون على شكل فراشة مرصومة له فوجه كما كتشوفو معايا كيكون عنده هنا يا جيت العينين ديالو هكا في الكحل كين الادونين ديالو كيكونوا كوحل وكيكون في واحد خط هنا في الظهر ديالو وكيكون تباربيش هنا عنده يعني في الوراء ديالو بالنسبة للألوان كين فيه ألوان ثلاثة هذا ممكن هاد 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 كيلوابوبين وكين السواد كين واحد نوع اخر? كيكون هنا يا بيض وهنا ياصفر يعني هو نيسو ه sneak بهد الشكل انما كيكون هنا بيض ولكن هاد الازواقة اللي تربحها الفراشة هي كتكون إما بالكحل إما بالصفر إما بالندس برافين ألوان يعني الناس اللي المبتدئين ممكن أنهم غير شوفوا بالعين يعرفوا أن هذا بابيون. كان السلالة الثانية وهي كتكون شانشيلة. شانشيلة عود هي السلالة اللي صادقة في الأراني. بالنسبة للنتوات. بالنسبة للمشيل الدكور وإنما النتوات. ها هي هدي شانشيلة تبارك الله. ها هي الشانشيلة الأصلية. ها هي تكون بهذا الطريق هاك. هاد اللون هادا ها كما تشوفوا معايا ها هي تسمى شانشيلة. ها ها هي النف ديالة كيكون مبزط. ما كيقولش مقمقم هاكا. هاكا وإنما كيكون مفترح محدوك تكبر. هي نفة كيقولين بزط. ولكن فيها تايا ألوان. هاد الشانشيلة. شانشيلة. كين فيها اللون. هادا هاد اللون هادا. هاد اللون انه اللون مفضل عندي هو هادا. يعني هاد اللون هادا صادق في النتوة بزر. كين اللون تاني وهو الأسود. هادا تهو كي تعتبر شانشيلة. هادا كي تعتبر تهو شانشيلة. لون أسود. كين اللون آخر ما عنديش ولكن انا غادي نقول لكم شنو هاداك اللون. هاداك اللون هو غري. غري. يعني كيكون كله غري. بهاد طريقة. يعني ذكروا معايا. كين فيهم شانشيلة فيها ثلاثة الألوان. كين هاد اللون هادا. كين ما كتشوفوا قهوة صفر مهم مائل القهوة. يكون بربش. كين هاد اللون هادا. وكين هاد اللون الأسود. هادا أسود. وكين الآخر غري. اللون غري. هدي بالنسبة للشانشيلة. أما بالنسبة. لأهلا. 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 ل ببساطة نيو زيلاندي هذا هو صادق مزيان ممكن انكم تخليوا في الدكار او النتوى ماشي مشكلة النتوى ديالو مزيانة صادقة الدكار ديالو شوية ولكن بابيون حسن منه اذا تذكروا معايا هذا اللون هذا مفيش الوان هو نيو زيلاندي في لون واحد هذا نيو زيلاندي نيو زيلاندي نيو زيلاندي ابيض الابيض يكون البيض ديالو لامع وكيكون الاعيون ديالو بطريقة حمر بلون احمر اذا تكلمنا على ثلاثة دفع كين البابيون اللي هو هدا وهدا هدا سوى بابيون كين شانشيلا وكين نيو زيلاندي باقي واحد في الحقيقة رأى انه ما عنديش ولكن قدي نشرح لكم كيفاش ديالو كيكون هو كاليفورني كاليفورني كيكون ابيض بحال هكا كله ابيض غي النيف ديالو والادوني ديالو اللي كيكونوا والدين ديالو اللي كيكونوا فيهم السواد كيكون اسواد وما فيش الالوان فيه يعني لون واحد وهو انه يكون ابيض يكون ابيض كامل ولكن داخل فيه السواد في الانف ديالو في الانف ديالو غي هنا ايه نعطلكم غي هنا هنا ايه كي صدقو تبارك الله من زيانين كين واحد السولالة اخرى ولكن قليلة انا عندي هنا ايه ولكن قليلة وهو بابيون وانما هو فرنسي يعني كيكون ايه الزوقة ديالو الى رحته معايا كيكون فيها غي خط هنا يرقيق وهذا الزوقة ديالو هنا العينين ما كتكونش بحاله بحال نقوله مثلا هذا شوفوا هذا هذا بين بابيون ولكن سوفوا كيفاش ديرو ان هنا ايه الزوقة هنا بين ديال البابيون اما هذا هذا كتكون عندو غي هنا ايه حال واحد شوية وعندو احد الخط هنا يرقيق غير قيوة في الظهر ديالو هذا كسميته البابيون فرنسي ولكن هذي السولالة قليلة من ثم السولالة اللي غادي تحفظو ايشنا هما هما البابيون الشانشيلا نيو زيلاندي الكاليفورني هذو هما اللي تقريبا كنخدمو بيهم ايه في المغرب اذا اذا كنش استفسارات انا رهن اشارة كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم حركوا اصبعكم وزيدوا لتحت وتكيوا لديك الايقونة ديال زر جام باش تسندوني ونزيدوا القدام كنشكركم على التعاليق طيبة ديالكم تكيوا لزر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة